أصل فيه النقطة لازم نعرفها مفيش حاجة اسمها منشطات للعبة ومنشطات للعبة تانية يعني حنقول مثلا لعب كرة القدم مسموح له أنه ياخد كذا ومش مسموح له كذا لا هي قائمة المحظورات على كل الألعاب حتى الإيقاف لما بيتم في جميع الألعاب وعشان كده لو أنت لاحصت أن الشعار بتاع الوادى فيه علامة التساوي الكل متساوي أمام الكود الدولي سواء إذا كان من باراليمبيك أو إذا كان أوليمبيك إذا كان شاب أو فتاة إذا كان أبيض أو إذا كان أسود إذا كان بيلعب في النادي كبير إياه أو في النادي الصغير كله متساوي أمام الكود الدولي فعشان كده القانون واحد وهي مفيش حاجة اسمها هنا مسموح بيها في اللعبة دي ومش مسموح بيها في اللعبة دي الكل ممنوع يبقى ممنوع طيب عايز أخش في موضوع رمضان الصبح إنه هو اليومين دولي الموضوع الطرح وإحنا مش فاهمينه بصراحة طيب ما بلاش نقول اسم لا عادي بعد ما الدنيا كلها عرفت ما عرفنا اسمه خلاص وتقالت يعني بالأسف على فكرة وحصل إيقاف مؤقت لحين اللي جلسة الاستماع فعايزين نفهم إيه القصة عايزين نتطمن إنه رمضان من اللعبة المهمة وكان كابتن حسام كان اختاره في المنتخب أنا عاريت إنه كان يطمن اختياره طبعا هو عشان تتكلم على موضوع رمضان لازم يبقى عندك معطيات إيه هي المعطيات إيه المادة اللي هو خدها إذا كان مادة إيجابية ولا هو ما خدش وأخي ديالك وبالتالي حصل زم قاله تلاعب أنا فيهم الصح التلاعب ولا المادة طب إذا كان مادة طب ليه هو ما توقفش من وقت ما ظهرت النتيجة وأنه نوع من المواد عشان إحنا عندنا نوعين من المواد في مادة بيتوقف بيها اللي هي الهورمونز كلها بيتوقف أول ما بتظهر النتيجة يتم إيقاف اللعب إيقاف مؤقت اللي هو البروفيشنال سسبنشن أو إن هي المواد اللي هي ما بتوقفش فيها وحتى لو توقف إيقاف مؤقت دي بتبقى كريدت لو وبتتشال من المدة بتاعت الإيقاف اللي بعد جلسة الاستماع فإحنا ما عندناش أي معطيات ما فيش معلومات عندنا أي موضوع خالص مين اللي يعلم هذا الكلام المفترض أن يبقى فيه يا إما بيان من النادي أو بيان من المنظمة تقول لنا والله تم أخذ عينها كذا وطلعت النتيجة بتاعتها كذا لكن هو كل اللي موجود دلوقتي كلها آراء واخد بالك اجتهادية ما حدش فينا يعرف يعني كلها آراء اجتهادية وبعدين ما بيفعش إن احنا النهار ده أنا اجتهد في حاجة واحنا ما نعرفهاش واخد بالك يعني عشان كده حتى لما بارح كتير من وسائل الإعلام اتصلت بي عشان أتكلم في الموضوع ده طولهم بلاش نتكلم فيه ما عندكش معلومات ما عندكش معلومات يمكن أنا لو كنت حتى في المنظمة عشان أتكلم لازم يبقى عندي معلومة كاملة بما أن أنا برر نعزلنا طبعا بس نعرف يعني إيه المشكلة الإقاف ممكن يكون قد إيه ما أنت الإقاف عشان تقول قد إيه لازم تبقى عارف إيه المد إيه المد اخد بالك طيب طب فيه ناس قالت إن العينة بازت طب العينة بازت فين هنا ولا برا ولا فين ما احنا لازم برضو بقى فاهمين إذا كانت العينة بازت هنا طب ابعتت إزاي واخد بالك هو بيبقى فيه حاجة اسمها إن العينة بتبقى فيها مخففة في النسبة بتاعت اليورين أو البول وفي الحالة دي بيتعرف عن طريق إيه بيتعمل لها قراءة أو قياس للشكساف الجرافتي أو الكسافة النوعية ولو الراجل اللي هو بياخد العينة اللي هو دوبين كنترول أوفيسر أو دي سي أو لقاها كده بيخلي اللاعب يدي عينة تاني وبيبعت العينتين في نفس السيش في نفس الجلس في نفس الجلس ثم دايما بعد المنشاط بيختاروا اتنين اللعيبة بيخش عنده العينة طب هل هو اتخدت منه العينة بعد ماتش ولا اتخدت منه في تدريب انا مش عارفين اي حاجة بالزبط كده يعني إن كومبيتشن والأوتو في كومبيتشن بسي أكيد في قبل يعني كيد في مموراة أكيد في مموراة كمان كان بيلعف دوري أبطال أفريقيا طيب لا أبطال أفريقيا احنا ما بيعيض عنها الوحيد اللي اتخد منه في أبطال أفريقيا وتم توقيع العقوب عليه من الكاف هو إبراهيم حسن ودخل 24 شهر إيقاف وبعده تخفف لا بتخففتش شهرين فعلي و22 مع إيقاف تنفيذ طبعا ده كان قرار غريب قوي من الكاف لكن خلاص هيتوقف شهرين بس شهرين و22 مع إيقاف تنفيذ طب ليه يعني لا دي ليه دي بعرفش يعني وأول مرة أسمع أن فيه يعني إيقاف في مجال المنشطات مع إيقاف تنفيذ طبعا إنت النهار ده عشان تقول أن رمضان حيتوقف طب يتوقف قد إيه إيه اللي خده هل هو أخد حاجة هل حصل تلعب طب تلعبه إزاي وفيه رجل بيخش معه الحمام وبيبص على اليورين أو البول خرج منين فعينه عليه فطبعا مش ممكن يحصل تلعب وبعدين هو ما بيسيبوهوش لغاية ما بيخرج به بره القاعة بره الحمام عشان يبدي يحط العينة فيه طب لما هم حطوه هؤلاء وإن بتاعتها قليلة فبيدي عينة تانية هل هو حصل الكلام ده وعطى عينة تانية فلو عطى عينة تانية بل العينتين حيتبعتوا الاتنين على المعمل إنه حد كبارح كان بيتكلم وكان كاتب في مقالات كده قال إنه هو العينة بتبوز بعد تسعين يوم طبعا ما فيش الكلام ده خالص لا لا خالص العينتين احنا بناخد العينة من اللاعب نقسمها اتنين عينة ايه وعينة بيه العينة بيه بيتم الاحتفاظ بيها لمدة عشر سنين في التلاجة في المعمل اللي رائحية تحلل فيه العينة ايه بيتم تحللها وبالتالي مفيش فرصة حكاية تسعين يوم تبوز العينة والكلام ده كل وبرضه يعني أنا أتمنى إن مش كل واحد يتكلم لإن دي بتعمل بلبلة ولخبطة في وسط الناس كلها صح طب لما هي العينة بتبوز بعد تسعين يوم طب انت بتخدها مني ليه طب ومن الرجل اللي هو يخدنا منه عينة بيه من ثمان سنين واخد بالك وهي بتقضى عشر سنين إزاي طرع إيجابي وما تكلمش ليه لا طبعا لابد إن إحنا ننتظر جلسة الاستماع ومن حق اللاعب إنه هو بعد الجلسة دي في أي عقوبة هتوقع عليه من حق إنه هو يستقنف في خلال 21 يوم قدام اللجنة الوطنية للاستئناف بالمنظمة ولو ما عجبوش لاستئناف قدام اللجنة الوطنية من حق إنه هو يستقنف أمام الكاس اللي هي المحكمة الرياضية الدولية ودي حكمها بات وانهائي على اللاعب على المنظمة على أي حد لازم هو يستقنف من حقه